موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدنا في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية والعالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية نبدأ من صحيفة البلاد ونقرأ أن عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه استقبل في قصر الصخير رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد الخليفة حيث رفع إلى جلالته تقرير الديوان السنوي التاسع عشر للسنة المهنية الفين وواحد وعشرين الفين واثنين وعشرين وخلال اللقاء أشاد صاحب الجلالة الملك المعظم بالجهود الطيبة التي يبدلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه ملوها بأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار المحافظة على المال العام والتحقيق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه في ظل الحرس على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية تحقيقاً للمصلحة العامة وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن لفتت صحيفة الأيام أن حضرتها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه استقبل عائلة لمسلم في قصر الصخير حيث رفعوا إلى جلالته أسماء آيات الشكر والعرفان على تفضل جلالته بأمره الكريم ببناء مجلس للمناسبات لعائلتهم وقد رحب جلالة الملك المعظم بالجميع وأهنأهم بفوز أحمد بن سلمان بن جبرلم سلم برئاسة مجلس النواب مقدراً جلالته الجهود التي يبدلها أهل البحرين جميعاً في خدمة وطنهم وتطوره وتنميته مشيداً بما يربطهم من تكاتف وأخوة في ظل الأسرة البحرينية الواحدة نطالع من صحيفة الوطن أن مجلس الوزراء وافق على تصنيف عدد من الكيانات والأفراد كجهات إرهابية وعلى مشروع نظام يضع آلية لعمل لجنة لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وتسهيل ممارسة اختصاصاتها جاء ذلك خلال ترأسي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس الاجتماع الاعتيادي الإسبوعي لمجلس الوزراء وفي الشأن الرياضي نشرت صحيفة أخبار الخليج أنه خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للمران الأخير للمنتخب الأول لكرة القدم أكد اسموه أهمية مواصلة تعزيز الصورة المشرفة لكرة القدم البحرينية ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي ستحتضنها مدينة البصر الهراقية بعدما أحرز منتخبنا اللقب لأول مرة في تاريخه في النسخة الماضية خليجي أربع وعشرين لفتت صحيفة الأيام أن ساعدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمرانية أكدت طرح الوزارة لثلاث أراضي لتنفيذ 771 وحدة وشقة سكنية ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشاركة مع القطاع الخاص لنظام المزايدات في منصة استثمار الأراضي الحكومية وذلك بواقع 131 وحدة سكنية و360 شقة تنفيك في مدينة سلمان بالإضافة إلى 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة نطالع من صحيفة الأيام أن ساعدت الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أكد أن الوزارة قد سخرت كل كوادرها وأجهزتها من أجل نجاح استضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب المدرسية الدولية والمزمع إقامتها في شهر أكتوبر من العام 2024 بمشاركة 80 دولة حول العالم وخمسة ألاف طالب وطالبة وفي سياق المتصل لفتت صحيفة أخبار الخليج أن وفد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يغادر اليوم متوجها إلى محافظة البصرة بجمهورية العراق وذلك للمشاركة في منافسات النسخة الخامسة والعشرين من دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 25 والتي من المقرر أن تنطلق في السادس من شهر يناير الجاري وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر ذاته نشرت صحيفة الوطن أن وزارة الصحة أعلنت عن نقل الخدمات الهاتفية الصحية المقدمة على الرقم 444 إلى رقم الوزارة الجديد 80008100 والذي سيكون متاحا خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية مساء اعتبارا من اليوم نشرت صحيفة البلاد مقالا للدكتورة حورية ديري حمل عنوان الطير الغائب فإلى سطور المقال عند قراءة معطيات الكثير من الأمور التي تقع بين تحليل علاقتنا بأهدافنا وأسرار تحقيقها هو ذات الأمر الذي يختلف فيه الفكر مع المنطق وتأتي قصة الطير الغائب في صدارة الاختلافات لأنها قد تكون من العوامل المشتركة بيننا جميعا فمن ينتظر طوال حياته دون اتخاذ قراراته الشخصية وينضي الوقت وهو يفكر ولا ينفذ فقد منع نفسه من استحقاق التقيير الإيجابي في حياته وفي ذلك إشارة غير وعية يتلقاها العقل الباطن وتنعكس بتراكماتها على بدنه وروحه لذلك إن الأشخاص الذين تدور ذواتهم في ذلك الفلك يعتمدون تحمل مسؤولية مشاعر الآخرين ويعتقدون أنهم مسؤولون عن حزن وفرح من يعيشون معهم فتبدأ حالات اللوم والعتب في كل صغيرة وكبيرة لذلك فإن ارتباط العلاقة بين الفكر والمنطق أساس العلاقة المتميزة بين الوعي والواقع لفتت الصحيفة البلاد أن سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أكد على أهمية مواصلة الجهود المبدولة تحوى تطوير الآليات والإجراءات التي تسهم في تعزيز بيئة سوق العمل وفق منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع السابع لدور الإعقاد الرابع لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كما استعرضت الهيئة نتائج تطبيق نظام تسجيل العمالة الذي يهدف إلى القضاء على التأثيرات السلبية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية في سوق العمل وفق آلية شراكة وثيقة مع القطاع الخاص مشيرة إلى دور مراكز تسجيل العمالة للتأكد من الوضع القانوني للعمال الراغبين في الحصول على التصريح وإحالة طلباتهم للهيئة نفتت صحيفة الوطن أن صادرات البحرين اختتمت مشاركتها الناجحة في نسخة الثالثة وثلاثين من معرض الخريف في مركز البحرين الدولي للمعرض والمؤتمرات الجديد بمشاركة ثلاثين مؤسسة قائمة في مملكة البحرين تحت مضالة جاناح صادرات البحرين وحظية جاناح صادرات البحرين باهتمام كبير وإقبال واسع من قبل أكثر من مائة وستين ألف زائر على مدى تسعة أيام وحققا قيمة تزيد عن مائة وخمسين ألف دولار أمريكي من المبيعات لفتت صحيفة الوطن أن إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أعلنت أن التقصى سيكون باردا ومنطرا وغائما إلى غائم جزئيا حتى يوم الجمعة المقبل حيث ستكون الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية في يوم الخميس المقبل إلى أخبار الصحف الخليجية ومن صحيفة الرياضة السعودية نقرأ أن المملكة رسمت خارطة وطن تنموية ذات استراتيجية عميقة تعزز هذا القطاع الحيوي وتواصل مأسيرة التنمية لتشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وممارسة الأعمال وفق أسس رائدة تجاريا حققت إنجازات كبيرة تؤكد ريادتها العالمية حسب ما أظهرته كافاءة الأداء والتشغيل وإطلاق العديد من المشاريع التي تعزز الاقتصاد الوطني من صحيفة عكاض السعودية نقرأ أن العاصمة الرياض تحتضن المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية خلال الفترة من العشرين حتى الحادي والعشرين من شهر فبراير القادم بمشاركة ألف وخمسمائة من القيادات الإعلامية والخبراء والمحللين والمختصين في قطاعات الإعلام المختلفة من دول عربية وعالمية حيث يشهد المنتدى إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدورة الثانية وتكريم الشخصيات الإعلامية البارزة التي خدمت الإعلام السعودي نطال من صحيفة البيان الإماراتية أن دولة الإمارات تمتلك سجلا حافلا بالمبادرات التي عززت من الاستدامة البيئية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية التي يواجهها العالم بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية وتعزيز الجهود والخطط الرامية إلى إثراء المجالات والقطاعات الحيوية كافة من صحيفة الخليج الإماراتية نطالع فيديو ارتفاع حصيرة قتلى والزلقات الفلبين إلى 51 شخصاً موسيقى 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 المترجم للقناة لفتت صحيفة القبس الكويتية أن الشاب الكويتي الطموح بدر المولى اجتاز بنجاح تدريبات وكالة ناسا الأمريكية للفضاء تحت الماء في مختبر أكواريس للفضاء وعرض بدر للقبس قصته كأولي كويتيين يأخذوا التجربة المختبرة الوحيدة في العام المخصص لرواد الفضاء معتبرا ذلك إنجازا مميزا للشباب الكويتي بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختم جولتنا الصحفية لهذا اليوم دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة